مرحبا بكم في فيديو اليوم حيث سنأخذكم في رحلة مثيرة عبر عالم السينما في هذا الفيديو سنقدم لكم ملخصا شيقا لإحدى أفلام السينما الرائعة إن السينما هي لغة فنية تتيح لنا فهم واستكشاف قصص مختلفة وعوالم مذهلة واليوم سنستمتع معا بسرد قصة مشوقة ومثيرة هذا الفيلم يجمع بين الأداء الرائع والسيناريو الذكي وسيأسر قلوبكم وعقولكم دعونا نستمتع معا بملخص ممتع ومشوق لهذا العمل السينمائي المميز لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد فلنبدأ The Guard فيلم The Guard هو فيلم درامي كوميدي رائع يروي قصة حارس شرطة غير تقليدي يعيش في إحدى البلدات الصغيرة في إيرلندا يتميز هذا الفيلم بأداء رائع من قبل النجم بريندان جاليسون في دور الحارس الساخر والمبتكر تتغير حياته بشكل كبير عندما يتورط في مطاردة عصابة مخدرات دولية بمساعدة عميل من وكالة الجمارك الأمريكية الفيلم يمتزج ببراعة بين الكوميديا والجريمة ويقدم نظرة فكاهية وساخرة على الشخصيات والأحداث إنه تجربة مشوقة وممتعة ستلفت انتباه مشاهديك وتجعلهم يستمتعون بكل لحظة إذا كنت تبحث عن فيلم مثير ومضحك في آن واحد فإن The Guard هو الخيار المثالي انقر على زر التشغيل واستمتع بمشاهدته العنوان فيلم The Guard 2011 ملخص لفيلم الكوميديا السوداء الوصف في هذا الفيديو على يوتيوب سنستكشف فيلم الكوميديا السوداء The Guard الذي أخرجه جون مايكل مكدوناه وصدر في عام 2011 الفيلم يجسد قصة غير تقليدية ومثيرة تجمع بين عناصر الكوميديا والجريمة The Guard هو فيلم يتمحور حول شخصية جيري بويل من أداء بريندان غليسون ضابط شرطة غير تقليدي يعيش في إحدى البلدات الصغيرة في إيرلندا يتميز بويل بسلوكه غير اللائق والعبارات النابية ولكنه أيضا ذكي وحذر تأخذ الأحداث منعطفا غير متوقع عندما يتم نقل عميل الـ FBI ويندل إفريت من أداء دونة شيدل إلى البلد لمساعدة في مكافحة تجارة المخدرات يندل مستاء من سلوك بويل لكن سرعان ما يكتشف أن وراء هذا السطح السيء السمعة يمتلك بويل معرفة عميقة بالبيئة المحلية ومهارات تحقيق فعالة يتبع الفيلم غامرات غير تقليدية تجمع بين بويل وويندل حيث يتعاونان على الرغم من اختلافهما الكبير في الأسلوب والشخصيات يتعامل الفيلم مع موضوعات مثل الفساد والتصدي للجريمة بطرق غير تقليدية بطريقة ممتعة ومضحكة بارك الله فيكم جميعا على مشاهدتكم الفيديو الجديد على قناتي أنتم دائما دعم قوي ومصدر إلهام لي لا يمكنني التعبير عن مدى امتناني لكم على وجودكم هنا ومشاركتكم حبكم ودعمكم سأستمر في بذل قصارى جهدي لتقديم محتوى يليق بكم ويستحق وقتكم شكرا مرة أخرى من القلب ترجمة نانسي قنقر